ايه؟ هلأ لوين؟ هلأ رح وصلك عالبيت وبعدين بدي روح اشتغل كرمال مستقبل اولادنا ان شاء الله تقومي بالسلامة وتكمل معنا بعض الظهر بجيب اخديكم الروح من جيبية من المدرسة اتفقنا؟ اتفقنا قبطان حكيلي شو اللي صار؟ احنا كل اياتنا كنا فوق السفر ايه؟ ولما خلصت وانزلت شفت المكتب هيك والله القصة ما عم تفوت براسي شي بيحط العقل بالكف اسية خلص حاش تتصلي كل شوي بقى مصطفى يلي اجو لهون يا مجانين على الاخر او في شي تاني براسون ما فهمت فهم علي اللي بيطلع عن الشباك بيشوف انه ما في شي ينسرق وفوقه في واحد متسطح ونايم جوه يا اخي فتحوا الخزنة قلنا لك شو بدك اكتر من هيك؟ والله ما بعرف بس انا اللي صار معاجبني الا ما نعرف خير يا جماعة؟ مرتخي؟ امي؟ شو صاير؟ مراد ترك البيت عالان هو ومصطفى عالاغلى اجي اخد شنطاي صغيرة وراح هذا امتى رح يكبر؟ اخي انت وينك؟ يلا خلصوني بقى بسرعة يلا جايين جميل جايين دعي بنتي شو هالقصة هاي؟ والله ما عم بفهم اذا بدون البنت بيجوا بيدقوا على بابنا بيشربوا قهوتنا يعني مون احنا من روح لعندو مو حلوة بيخاقنا فيها قلة ايمي الحاكموا وقتوا امشوا وخلصيني يلا نزلي بنتي نزلي الشاي اختمر وصار لونه اسود شربونا كاسة بقى خلصونا ما خليت مكانه ما دورت عبس لقوا تليفونه مسكر كمان اي طبعا ما بيقدر يرد باي عين بدو يرد خلاص اخي انت عم تزودة مصطفى لا تقول هيك يا ابني اذا صار له شي انت اكتر واحد رح تزعل لا ما بزعل عمي ما بزعل طلع على لساني شعر وانا قل له مراد لا تتهور يا ابني بس السيد مراد وين بيلاقي مشاكل بيزد حاله فيها علي في شي اخبار شباب الدوريات عم يدوروا بكل مكان بس دهلق ما في شي طيب خبرنا شو بيصير معكن ولا يهمك بخبركن تمام ما في اخبار عنه من الاخر اخطية جميل برقبته انا هذا اللي بعرفه وهذا اللي بقوله كان لازم تكون اخ كبير وتربيه وتشدله ادنه شوي ليش ما شديتها انا اه بس ايه مظبوط ما شديتها صح كان لازم اقلعه من مكانه بس حضرته ما كان يخليني مو صحكيه ما كفك ما هيك اخي ما كفك الضرب اللي ضربته اياه انت مفكر لما تضربه بالعصايا رح يصير رجال بس انت كان لازم تسأل حالك بالاول يا ترى الغلط من مين انا الغلطان ولا اخي هو الغلطان انا بشو عم اغلط مع اخي لازم تفكر بهالشي طاهر حلو خليكن هيك واعلقوا ببعض هاد اللي كان نقصكم اختك متصلي فيكي اكتر من مرة وما رديت عادي صالة شو خير متخانقين شي طمنيني حماتك حنيفي خانم كيفة يا مدام ما بعرف كين جو ما بعرف كين جو غريبة شوي مو لك المشكلة مو بانو قررت تروح تشوف بنتك المجنونة عند حماتك يا ني لوفر المشكلة الحقيقية انك مفكرتيني انو انا مراحس عليك لما تروحي لعندها فهمتي وين غلطيك لك انا مو كيف بدي فهمها مو مزعوج ومعصر منك اكتر انت شو رأيك ني لوفر اسحك ادرا انك عملتية تاني مرة اسحكت عيدية لهالحركة السخيفة فهماني شوفي بدي السعرة تكون حلوة لهيك بتمنى منك تصير تفهمي اللي قلتلك يا وما تعدي هالتصرفات انا بدي ياك تصيري تسمعي الكلمة على قد ما عم اسبر على تخبيصاتك فهمت علي ما هيك تمام جميل جميل اهلين نورت اهلين شكرا اهلين مادام انا جينجو تمار اهم اه اميرة سارتنا شو هات يخزي العين اهلا وسهلا بنتي نورتي نرجاني امر اربعطعش ما شاء الله ما شاء الله خليني اعرفكن على عائلتي اتفضلوا معي تعيب انت الحلوة تعيي اتفضلوا لوين طاهر بدي دور على مراد خبرني شو بصير معك اي طبعا بخبريك خبرنا قالنا اذا لقيته اي شيخي تكرم وليك طاهر ما في غيرك بيقدر يتفاهم مع اخوك مصطفى خليني يلاقي مراد بالاوال تفضل شيخي خليني وصلكم بنتي اندبوا على حالكن وعلى خير ان شاء الله ماشي دعي لنا يلا بخاطرين يلا تحول الله معي اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة